السلام عليكم أنا أمل صالح ودي قناتي الكروشي ما تنسوش تشتركوا فيها واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد النهاردة هنعمل مع بعض الطائية جميلة دي عجبتني قوي وأحلى حاجة فيها هنهي كمان يستغلل بواقي الخيوط وانتو عارفين انا بحب الموضوع ده قوي يلا بينا نبدأ انا عوريكو اهو ده الخيوط اللي باقي عندي من كذا شغل عملته خلاص كنت عاملة بيها طوائي وجوانتيات فحبيت ان احنا نعمل مع بعض بقى طائية جميلة اكتر لون عندي كان بيقي هو الاصفر اللي فيه كمية كبيرة فهو ده اللون اللي انا خليل بيزك اللون الاساسي اللي انا هبدأ بيه تمام انا مستخدمة ابرة ستة تمام اه مش باينة بس هي ابرة ستة يعني اه هبدأ هعمل عقدة البداية اه حاب اقولكم ان انتو تتابعوا معايا لانه مش هنعمل يعني مش هنفضل بنفس التتابع بتاع الدائرة الطبيعي تمام هيبقى في اختلاف شوية واحنا شغالين احنا عملنا هنا الدائرة السحرية وحاولت دايقها على قد ما تقدري في القطيفة بالذات لانه اه مش سهل انك تشديد دايقها يعني انا عملت ارتفاع سلسلة واحدة وعملت اول غرزة نص عمود وتاني غرزة نص عمود خلاص اه وهكمل هعمل عشر غرز نص عمود خلاص بالطريقة دي اه بصوا جمدة يعني انها تتشد ولو اتكيت على شوان كنت تتقطع خلاص فحاولي على قد ما تقدري تبقى مضيئها زي ما قلتلك وعموما الفاروغ كده كده لو عايزة تحطي في كرة بمبوم او اللي هي الفاروة او انت يعملها من الخيوط فالفاروغ الصغير ده مش هيبقى فارق او حتى لو ستين من غير ما تحطي فيه تمام انا كده زي ما قلتلكم هنعمل لعشرة عمود بلفة لعشرة نص عمود اسفل وهبدأ ان انا هدخل في البداية بتاعتي طبعا نوعا ما بالنسبالكو خط القطيفة ملامحوا مش بينة لكن بالنسبالي انا وانا شغالها شايفا فانتي وانتي شغالها هتبقى شايفا عملت الارتفاع وهدخل في نفس المكان اعمل اتنين نص عمود وفي كل غرزة عندي هعمل اتنين نص عمود تمام لحد دلوقتي ده التطور الطبيعي للحاجة السعر تمام لحد دلوقتي ده يعني الباترون الاساسي للدائرة مفوش اي مشكلة ان انا فوق كل غرزة هعمل اتنين نص عمود لما بخلص السطر ده كده اهو هقفل وهعمل برضو المفروض هنا بقى ان انا بعمل واحدة وبعدين تزايد سلسلة وبعدين تزايد سلسلة وتزايد لا انا هعمل في كل غرزة برضو اتنين نص عمود يعني نفس التزايد بتاع السطر التالي تمام او اتنين هعمل في اللي جنبها برضو اتنين طب ده مش هيخليها تبقى في تزايد اوفروك ده لا خالص خالص استمري معي بنفس الباترون اللي انا ماشي بيه وهتشوف نتيجة لطيفة لان بحس ان القطيفة يعني باترونها بيبقى غير التنين شوية مش عارفة ليه ده احساس شخصي وما جربت الطريقة دي مع القطيفة انا ارتحت بصراحة او حسيت ان النتيجة مرضية بالنسبة لي فاحنا في السطر التالت ما بنعملش غرزة واثنين غرزة غرزة واثنين غرزة لأ بنعمل فوق كل غرزة اتنين غرزة برضو يعني التزايد زي السطر التاني بالضبط تمام اهو هنكمل السطر بالطريقة دي اللي هو التزايد في كل غرزة وهنرجع مع بعض شايفين يعني لقوص ولا حاجة او حاجة خفيفة يعني ما تذكرش هرتفع بقى وهبدأ هنا اعمل التزايد اللي كان مفروض تتعمل في السطر التالت اللي هو هاعمل غرزة وبعدين اللي بعد اتنين هاعمل نص عمود وفي الغرزة اللي بعده اتنين نص عمود واحدة نص عمود وفي اللي بعدها يعني واحدة عادية افراد وواحدة تزايد تمام يعني نعتبر زودنا سطر تزايد في نص الدائرة خلاص هنكمل السطر بالطريقة دي ماشي وهنرجع مع بعض قفلنا السطر او هنقفل السطر اهو شايفين الدائرة بتاعتنا يعني تمام هبدأ بقى هنا انا خلاص كده عملت كده اهو هبدأ تجيبي اللون اللي انتي حباه وهبدأ هامل بقى عقدة البداية اهو بصوا انا دخلت جوه الشغل عشان اقفله يعني بالرصاصي بتقفلي بالرصاصي علشان نوعا ما يبقى الشغل ماسك بعضه اهو وهسحب من الفاتلة التانية بشد الاصفر طبعا خلاص وببدأ ارتفع سلسلة والتانية علشان هشتغل بقى عماويد بلفة بس هشتغلها فين بقى خلاص هشتغلها بين العمودين انا انا اشتغلت العمود ده اه اشتغلت العمود ده اللي هو ماسك نبي عادي والعمود اللي جنبه آآ عادي آآ لا الدور ده انا هشتغل في الكل انا اصفها فوق كل عمود عمود عادي او فوق كل نص عمود عمود عادي هنبدأ ان ندخلهم في بعض من السطر اللي بعد كده تمام وهوريكوا ليه او هنعرف السر ليه لان اعتقد ان انتو حاسين من شكل الطائية ان دي مش عواميد عادية في حاجة معمولة يعني وان شاء الله هنفذ لكم منها مشروع تاني لو عملتي في كل فاروخ بقى عمودين بتبقى تحفة خلاص انا هكمل السطر بالطريقة دي فوق كل عمود او فوق كل غرزة عمود عادي جدا انا خلصتها لو تلاحظوا بقى بدأت تتقوص معي خلاص هدخل بقى كده في نفس المكان اللي انا بدأت منه اللي هو كان لارتفاع السطرين الحركة دي بتزود معي بقى وانا نزلة تزويدة خفيفة لو مش عايزاها يبقى العمود الاخير اللي انا عملته ده ما تعملهوش تمام كده طيب انا بالنسبة لي الخيط الرصاصي بقطعه مش عايزاها خلاص وهكمل بالاصفر الاصفر ده اللي ما بيطعش لانه اللون الاساسي معي زي ما قلنا او خصوصا انا مش هستخدم الرصاصي تاني غير في الاخر خلص فبدل ما خليه ماشي معي كل ده لا اقطعه عشان ايه ما البخش نفسي بكذا خيط اه بطلع السلسلتين في نفس المكان هدخل اعمل اول عمود بلفة خلاص شايفين بقى بين العمويد كده ده الشغل بتاعنا ده اللي هدي المنظر او الطريقة او الاختلاف بتاعنا خلاص طيب هفك العمود اللي انا عملته ده عشان ندخله بقى من ايه اهو بصوا من بين العمويد هادي واحد ادي اتنين بين كل عمود وعمود حاجة في منتهى السهولة وبتدي منظر شيء جدا ده غير ان القطيفة اصلا يعني اقولك ايه بتنطر بسرعة جدا في الشغل وبتدفي بصوا يعني فيها كل حاجة حلوة في الدنيا فاها بصوا بنشتغل بقى بنفس الطريقة دي لحد ما بنوصل للافت تاني بقولك العمود اللي انا هعمله ده اهو بصوا شايفين الطريقة شكلها عاملة ازاي وكل ما بنشتغل بتبع احلى واحلى وبتبان اكتر العمود اللي انا هعمله ده ده دلوقتي ده بيدي وسع خفيف وانا شغالة مش عايزة الوسع والقطر معك كده مظبوط وتمام ما تعملهوش تقفلي على طول خلاص هقفل بايه بقى هقفل باللون الجديد تمام ما اقطعش الاصفر الاصفر معي هقفل باللون الجديد زي ما عملت في الخيط الرصاصي ان انا برضو هقوم جاية قفل الغرزة باللون الجديد هعمل عقدة البداية وهشده خلاص طبعا ترسيب الالوان زي ما وطلت بتاعتك لو عايزين تعرفوا حاجات تانية من بواق الخيوط تابعوني على الهاشتاج بتاع بواق الخيوط وهسيب لكم اللينك بتاع قيمة بواق الخيوط لو عايزين تستغلوها اكتر واكتر هقفل كده تمام هرتفع اتنين سلسلة وادخل بقى ما بين العمود طبعا باخد معي اخر الخيوط دايما علشان ايه يبقى التنظيف كويس اهو بالطريقة دي بين العمود بجد حاجة امروا سهلة جدا ان والله عايزاكوا تجربوها من كتر ما هي سهلة ومن كتر ما انا ببقى مستمتعة وانا بعملكوا حاجة سهلة تقدروا تعملوها وكمان هيبقى سهلة متعة المبتلئات بصراحة ومديها شكل جميل اهو بين العمود وبس هو ده كل الموضوع بتاعنا بتقدر تعمل الحركة دي مع كل حاجة في الدنيا مش مع الطوائل بس شفتوا بقى الشكل الجميل اعمل ازاي حلو جدا يعني كملنا السطر اهو زي ما قلتلكم التقاوس بقى بصوا لو تاخدوا بالكم الوسع اللي بيحصل عند العمود ماشي اهو هندخل تمام ليه بعمل انا الوسع دوت لانه طبعا انا هقطع الخيط ده اه لانه القطيفة نوعا ما ما بيموتش زي الخط الصوف فبديله براح شوية برضو معايا خصوصا ان انا هعمل الكينار دلوقتي بتاع بتاع الطائية هيبقى ماسك شوية فيعني ايه شايفا انه هو من اللطيف ان انت تحطي العمود اللي انا بحطه في الاخر خلاص قفلنا بالاصفر وقطعنا الخيط الزيادة او الخيط المختلف هدخل اهو في النص اه طبعا زي ما قلتلك اهو هتعمليه كده بالطريقة دي اهو تمام وهنكمل بقى بنفس الطريقة يعني لما اخلص الاصفر ده هقوم جاية اه ابدأ بالخيط المختلف فاهميني اهو نفس الفكرة هبدأ بالخيط المختلف لما اخلص العمود وهي دي كل الفكرة انا بالنسبة له هيبقى اخر خيط معنا اللي هو اللون الكحل الفاتح دوت ده هيبقى اخر لون هنستخدم اهو بصوا الشكل بالطريقة دي تمام اهو بصوا هنكمل بقى السطر ده ونعمل نفس السطر اللي باقي زي ما عملنا دول ونرجع مع بعض اهو اللون ده هعمل زي ما عملت دول اني هاقطع هاكمل على الخيط الاصفر وهاقطع الخيط ده لما اخلص وبس تمام اهو عملت كاملت السطر قلتلكو عليه وعملت اللون الجديد وعملت كمان سطر اصفر خلاص شكلها جميل جدا انا بحب الغرز دي قوي طيب انا دلوقتي عملت ايه لو تلاحظوا ان الابرة اتغيرت معايا هستخدم ابرة تلاتة ونص شايفين الفرق من ستة ل تلاتة ونص تمام هعمل ايه بقى دلوقتي هجيب الخيط الرصوصي معايا وهعمل فوق كل غرزة غرزة حشو خلاص هعمل سطر كامل من غرز الحشو اهو تمام نشد الخيط بقى كده ونبدأ نعمل ادي سلسلة ونعمل في نفس المكان غرزة حشو خلاص بالطريقة دي اهو يعني الدور ده ما فيهوش اي حاجة اكتر من انت هتعملي غرز حشو ده كينار بتاع الطائية وبيبان اكتر في اللبس يعني الحركة اللي احنا هنعملها الحركة الجاي دي بتبان اكتر في اللبس وبتدي منظر جميل تمام بس هنخلص السطر كله ونرجع مع بعض عشان نشوف هنعمل ايه بعد كده خلصنا اهو تمام هنقفل بقى وناخد الخيط الاصفر ماشي هاخد الخيط الاصفر اهو تمام هقطع الخيط الرصاصي برضو لاني معدتش محتاجا تمام هارتفع دي سلسلة التانية هارتفع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تمام هشد الخيط كده وهبدأ بقى الخيط السطر العمود اللي انا بدأت فيه هقوم جاي عملة عمود بلفة خلاص امامي عمود امامي وغرزة الحشو اللي جنبها خلاص هقوم جاي عملة غرزة حشو كمان مرة هالف الخيط ماشي انا عمل تفده العمود الامامي هسيب العمود اللي جنبه وااخد العمود اللي بعد هعمل غرزة عمود امامي تمام غرزة الحشو اللي جنبها أنا ما يجدعو بيها اللي وراها ما يجدعو بيها اللي جنبها بقى هاخدها خلاص وأم جاية هسيب عمود أنا عملت ده الأمامي هسيب عمود أشتغل في العمود اللي بعده يعني بعمل عمود أمامي وغرزة حشو عمود أمامي وغرزة حشو أهو بصه أهي هدخل في دي أعمل غرزة حشو وبعدين أسيب اللي بعده أهو وأعمل عمود أمامي تمام كده تاني غرزة حشو خلاص عمود امامي اتمنى يا رب انها تكون واتحط خلاص بالطريقة دي ماشي اهو خلصناها هقفل بقى انا هعمل غرزة الحشو وهقفل خلاص وما ليش دعوة باللون اللي انا عملت بقى هبدأ باللون المختلف التاني هعمل برضو السطر كله غرزة حشو اهو نفس الطريقة برضو هشد الخيط معايا تمام اهو هشد الاصفر عشان اه سبت شغل كويس هرتفع سلسلة وفي نفس المكان هاخد غرزة حشو اهو دايما الخيط اللي بدأت بيه معايا وبرضو هكمل فوق كل غرزة او كل عمود هعمل يعني فوق العمود الامامي هعمل غرزة حشو اهو وفوق غرزة الحشو غرزة حشو تمام يبقى السطر معايا دا كله غرز حشو زي السطر الرصاصي اللي احنا لسه عامنينه تمام اهو اهو عملنا دا فوق العميمة هنعمل دا فوق الحشو وبنكمل بنفس الطريقة دي خلاص السطر بتاعنا كله زي ما قلتلكو غرزة حشو عايز اقول لكم ايه الحكمة من ان انا استخدمت الابرة صغيرة عشان احكم القطيفة شوية لان انا اللي كنت اكملتها بنفس الابرة هتعتبقى وسع جدا خلاص لان القطيفة واخده رحت خلاص انا هكمل السطر دا وهنرجع لهنا وهناخد برضو الاصفر معايا اهو هنقفل ماشي بس قبل ما نقفل هناخد الاصفر خلاص هنقفل بالاصفر وهنقطع الخيط دا اهلا حكا في القطيفة انه بتقطع لانه اصلا عبارة عن خيط خيط من العادي بتاع الخياطة والخط الصغانة بقى اللي عامل الفرو دا فبالتالي انت بتقطع زي ما تكون بتقطع خط الخياطة العادي هعمل السلسلتين تمام وهدخل في العمود البارز بقى اللي عندي وبعدين في الغرزة اللي جنبها غرزة حشو يبقى الاصفر السطر بتاعه عمود امامي غرزة حشو عمود امامي غرزة حشو اللون المختلف الغرزة بتاعته كلها كلها حشو السطر بتاعه كله حشو تمام او اللون الاساسي عشان لو انشغلا بلون تاني اللون الاساسي بيبقى السطر بتاعه عمود امامي حشو عمود امامي حشو اللون المختلف بيبقى السطر بتاعه كله حشو تمام كده اتمنى يا رب تكون واضحة تمام اهو ادي العمود الامامي خلاص هعمل فيه واللي جنبها حشو وبكمل على كده باقي السطر تمام طبعا ما تشديش يديك خلص بقى وانتي شغالة لان انتي قريدي شغالة بابرة مقاسها صغير خلاص اهو يبقى دي حشو حشو اصفر لون مختلف اصفر لون مختلف وهكذا هنكمل لحد اخر السطر تمام وهنقفله مع بعض اهو هدخل تمام انا بالنسبة لي زي ما قلتلكو هقطع بقى اللون المختلف ماشي عملت الحشو هدخل هجيب بقى اللون الجديد اللي هو اخر لون او تالك لون اه عندنا تمام بنفس الطريقة بتاعت المرات اللي فاتت ا انا بعيدها لانه فيه ناس بتقولي برضو احنا بنتلخبط يعني ما بيحفظوش النمط بسرعة معنا صح فانتي بالنسبة لك لو حفظت النمط احنا هنكرر نفس الموضوع وهعمل السطر الاصفر ثاني بعد ما اخلص ده ده بالنسبة لي هيبقى كله سطر حشو زي ما عملنا اهو بسحب بعد ما بسحب اشد الاصفر واشده هو كمان تمام هعمل سلسلة ارتفاع وفي نفس المكان ادخل غرزة حشو واكمل بقي السطر حشو خلاص اه زي ما قلتلك لو انت حفظت النمط خلاص احنا كده خلصنا الطاقية اه لو انت لسه برضو بتحب تتابع سطر بسطر في احنا مكملين اهو عشان نبقى مع بعض لحد اخر حاجة طب ايه الفكرة من اللي انا بعمله ده ده لما بتتلبس بقى بتبقى تحفة بيدي المنظر تحت شغل الشغل الاصفر كده ان دي الخلفية فبتبقى بجد حاجة جميلة ولو حد مش مدخرم في الكروشي يعني ممكن معرفش انت عاملها ازاي فبتبقى حاجة ملفتة للنظر قوي يعني فجميلة يعني اهو هكمله كله وهعمل بعدها السطر الاصفر وعلى فكرة هي مش ضيعة قوي ولا حاجة هي بتموت برضو بس هتكون حكمة اكتر زي ما قلتلكم لو استخدمت الخيط اه الابرة كبيرة هكمل الخيط السطر ده والسطر الاصفر اهو زي ما عملنا وهنقفلها بقى ده اخر سطر عندنا بالطريقة دي اقطع الخيط بقى وهشد وحاول طبعا ان انا هعشق الخيط بقى ان انا عشان يعني الفينيش تمام مش شرط تعملي بابرة تنظيف الابرة دي لطيفة جدا يعني لانها صغيرة فهه هتبقى معنا كويسة وبسحب تمام كده والخيط القطيفة عموما لما بتقفلي صعب انه يتفتح يعني او او مستحيل تمام خلاص همده هكمل في الباقي كمان اهو زي ما قلتلكم انا القايمة بتاعت بواقي الكروشي او بواقي الخيوط هحطها لكم في اللينك تحت لو حابين تدخلوا تشوفوا لان في افكار كتيرة جدا زي ما قلتلكم من بواقي الخيوط ولسه هعملكوا افكار اكتر من بواقي الخيوط يا رب ان هي اه تعجبكم احنا كده خلصنا الطائية خلاص اه شكلها جميل جدا اهي وبصوا من جوه اه اه الطرف الرصوصي ده انا كنت نسيت اخده انا باشتغل فعادي هادخل تحت السطر اللي هو بتاع الغرز الحشوة دي وهسحبه اه كله ومش هيبقى بين او هيبقى خلاص لطيف معي يعني ما ما حصلش حاجة خلاص اهو تمام بسحبه كده اهو خلاص وادخل في دول كمان اه زي ما قلتلكم الطائية لطيفة جدا اه والطائية دي مقاس من ثلاث سنين لخمس سنين اه على حسب يعني هي لو خمس سنين اطفال اولادي هتكون افضل لانه لو شعر البنوتة ممكن يدايق شوية يعني هي من ثلاث سنين كده زي ما قلتلكم هتبقى لطيفة تلاتة اربعة خمسة اه الفراغ دوت اللي هو اللي افلو نهاية ده هنحط فيه اللوجو هاي الديرة اه اه اتمنى رب ان هي تعجبكم ولو عجبتكم اه تفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم اه كل جديد بحاول دايما نقدم لكم افكار جديدة اه ما تكونش مقلدة او تكونوا شفتوها قبل كده اه عايزة تحطي بقى اه طائق من هنا تحطي عايزة تحطي من اه يعني اتنين كورتين تحطي براحتك الفنش بتاعك ده بقى اه اه انا هحط واحدة من فوق عموما يعني زي ما شفتوه في اول الفيديو تمام اه اه اطول هنا اه اطول هنا اه اطول هنا اطول هنا اطول والعرض واحد وعشرين القرص الاصفر اللي فوق كان تلاتاشر اتمنى يا رب ان هي تكون عجبتكم واشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته